قبل ما نتكلم عن بحيرة البورولوس والتطوير اللي شاهدتها الفترة الأخيرة عايزة أتكلم عن المشروعات القومية يمكن كنا دايماً بنسمع أن الأهالي هنا بيشتكوهم إنه ما فيش حد بيهتم بيهم فيه تجاهل ولكن إحنا الفترة الأخيرة شفنا مشروعات تم فتحها من قبل القيدة السياسية بنتكلم عن مشروعات ضخمة زي مثلاً أكبر محطة كهربائية في الشرق الأوسط في البورولوس بنتكلم عن كمان أكبر يعني مزرعة سماكية غليون في الشرق الأوسط دي كلها مشاريع وفرت فرص عمل وفرت وفتحة بيوت وخلت المحافظة جاذبة للاستثمار لو نلقي ضوء كده سريعاً على أهم هذه المشروعات طبعاً الحقيقة إحنا في الخمس سنين الأخيرة تحولنا إلى محافظة الأمل والمستقبل السيد الرئيس الجمهورية مهتم جداً بالمشروعات القومية اللي بتتم هنا نبتدي بأكبر محطة كهربائية موجودة من ضمن أربع محطات الحقيقة على الشبكة القومية للكهربائية اللي افتتاحها وشرفنا في افتتاح السيد الرئيس الجمهورية عفتاح السيسي المحطة دي معداتها تم استخدام مينة بورولوس اللي على البحر الأبيض المتوسط فتم توسعة وتكريك وتعميق المينة هذا المينة كان مينة مخصص للصيادين تحول إلى مينة تجاري متوسط الجزء الأهم أنه تم تكريك البحيرة وأصبحت مينة جيد بعدما كانت المنطقة فيها طاردة وهجرة غير شرعية أصبحت جاذبة للإستثمار على نفس البحير البورولوس برضو عندنا البحر الأبيض المتوسط عندنا زي محركة شرطي مزارع غليون ودي بتتشارك مع باقية المزارع السمكية بتندك حوالي 32% من الأسماك اللي موجودة في الجمهورية على ذات النصق الحقيقة بتدينا الأمل القومي اللي السيد الرئيس حققه للدولة إنه ابتدينا مشروع الرمال السودة وده كان آمل للمصريين ومحافظة كفر الشيخ الرمال السودة هي الرمال اللي بتبقى موجودة على الشاطئ وفيها معايد وفيها ثروات فده كان من أهم فعلا المشاريع اللي كل مش بس بالمناسبة أهلية كفر الشيخ المصريين كلهم بيحلموا بهذا المشروع لأنه مصدر دخل قومي لمصر كبير جدا هو كمان فندم يعني السيد الرئيس الجمهورية مهتم بربط العلم بسوق العمل يعني إحنا عندنا مزارع بركة غليون مرتبطة بالجامعة اللي عندنا هي أحدث جامعة فيها الكلية الوحيدة على مستوى الجمهورية كلية السروة السمكية دي بتخرج الفنين اللي بيشتغلوا في المصايد السمكية أو المزارع للسزراع السمكي اللي موجودة بغرب المحافظة في غليون أو اللي في شرق المحافظة في مزارع مزارعة المحافظة في الخاشعة أو المزارع السمكية الأخرى حقيقة إحنا المحافظة فيها مزارع سمكية فيها صروة زراعية إحنا المحافظة بتنتج تقريباً 32% من إنتاج الأرز على مستوى الجمهورية عندنا العلم برضو وزارة الزراعة الحقيقة لها مراكز بحوث هنا متعددة وضخمة في الأرز والدورة وخلافه عندنا قاعدة صناعية مرتبطة بالزراعة وهي ما نصنع السكر عفواً على المقاطعة ست المحافظ والمحافظة يعني يمكن وحدك تتكلم عن زراعة الأرز خلينا بس نقول أنه أجود أنواع الأرز تتزرع هنا في المحافظة دي حقيقة أجود أنواع الأرز الموجودة يعني يمكن في العالم كله كمان لأنه هنا الأرض كمان خصبة فالمحافظة الزراعية اللي بتتزرع بتتميز بجودتها بالضبط بالضبط عندنا الزراعة الأخرى المتميزين بها هنا البنجر وده معتمد على قاعدة صناعية في مصنع السكر عندنا أتمنى بإذن الله بردو لأنه عندنا قاعدتين صناعيتين موجودين في بلطيم ومتوبس بيعتمدوا على إنتاج العلف السمكي فيه ومعدد من المشاريع مرتبطين بالزراعة كان عندنا سيد وزير الزراعة بنحاول نتوسع في زراعات الضرة الصفرة وفول السوية اللي معتمدين على الزراعة عشان نربط زراعة بالصناعة بالتعليم حقيقة احنا عندنا التعليم الفني هو قطرة التنمية وزارة التعليم مهتمين بتدينا عشان المزارع السمكي اللي موجودة في شرق وغرب المحافظة السنة دي بإذن الله هتشتغل فصول للتعليم الفني للزراعة السمكي فهيبقى عندنا مستويين من التعليم تعليم فني والجمعة بتخرج ككلية مرتبطين برضو هننشئ السنة دي بإذن الله أول مدرسة في التعليم الفني للتعديم عشان تبتدي تخرج للجزئية بتاعت التعديم بتاعت الرمال السوداء يقوم كله يتواكب مع بعض احنا ربطينا المناطق الصناعية عندنا بسوق العمل وبالتالي الحقيقة المنشآت اللي موجودة في القعدتين الصناعيتين دول متوافقين مع التعليم الفني في ما يسمى التعليم المزدوج اللي الدولة مهتمية به أستاذ رئيس الجمهورية بياخدوا الطلبة حوالي أربعة يام في الأسبوع بيتنقلوا المنشآت الصناعية المتجورة للمناطق الجغرافية اللي سكنين فيها بيتدربوا على تلك المعدات بياختبروا صاحب المنشآة بيبقى ضامن انه لما يتخرج الطلبة دي هتشتغل عنده في المنشآة